موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في القناة تيفينادور تشكارك كنواتس خوضف القناة نوك وحفظ صدار بالعالمين وتشكارك الإخواني الجن داخل وخارج أرض الوطن موسيقى اجتماع بين المغرب وإسبانيا وأخيرا اجتماع بين إسبانيا في المغرب وأخيرا بيدرو سانتشيز يوعلين عن لقاء بين وزير الداخلية فرناندو جراندي مارسكا ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي موسيقى موسيقى اجتماع بين المغرب وإسبانيا وخصوصا الوزارة الداخلية فرناندو جراندي مارسكا ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي بقوا مع هذا الفيديو وطال الأخر باش نعرفوا ما هم التفاصيل وعلى شغل يديروا اللقاء وشن هو السبب يلا بقوا مع هذا الفيديو الله يجزوكم بخير موسيقى موسيقى الاجتماع نراج إسبانيا ظل مغرب مهم جدا يعني تهمية تاس إسبانيا ظل مغرب وباش تسمع موسيقى وقبر منافذ التفاصيل وتمنعي ان شاء الله كنت تشاركي مصلي لك والله يجزوكم بخير أعزو انهار تصفح من القناة كني وجهز الله تعالى بغيتكم اليوم تفرح هذه القناة كما كتفرحكم ديما وبغيتكم اليوم تفرحها والله يجزوكم بخير أبلي لك والبارتاج ماذا يسمع عشاء أيام زقوم بيثوقع الكارثة التمقرانت المهاجرين نديو سنزي السودان يعني رمي تغتسين سيوف النيت وغتسيني زراء تحجان الآمن المغربي السلوطات المغربية ويجا عمل شرط الازيسن ويجا عمل شرط الازيسن يجزو المئات واحد وتحجان الازيسن ارفاق تحجان أسبانيا ك المغريب يعني كتاع أسبانيا الإسبانيا تحجان اعلى lost 1 وهن المغريب أتحجان أميا والموت بانسبة الموت للصفل تحجان لا يموت لأفريق ولكن السبب المارة لم يهم وقال بأن الجزائر انتدت سبب الجنس لكي أدعوه وقال في التمقرن تفنطن الأفريق مثل السودان من عينتان وقال كنس نتحقيق المحكمة المغربية وقال بأن الجزائر الجيش الجزائر يدعوه هنا سنة الشنابري يعني سنة الجنب الغمالي الجيش الجزائر هو اللي كي سهل عليهم باش يدوزوا إلى المغرب يعني كيصوبوا معهم بالفلوس هادشي قالوه الأفريق ديال السودان اللي هاجموا على المغرب على هاد يعني التعنيف من طرف المهاجرين كانوا كيدربوه السلطات المغربية وده بغد يديروا الاجتماع على هاد القضية ديال التعنيف من طرف المهاجرين السيريين غير شرعيين ديال السودان هاجموا على المغرب وهاجموا على السلطات الإسبانيا أصيبوا أربعون عناصر من إسبانيا وأصيبوا مئة عناصر من المغرب يعني فرق كبير بين المغرب وإسبانيا لأن شكل كلادق شكل عنده المعاناة بزيف هو المغرب يعني باش نقارنوا مئة عناصر من المغرب وأربعون عناصر من إسبانيا وده بغو يهدروا على هاد القضية ديال التعنيف من طرف المهاجرين دربوه العناصر لا الإسبانيا ولا المغربية أثبت اللقاء سيما نسيقين سيما نسيقين أثق اللقاء بين وزيرين الداخلية الإسباني والمغربية باشت السيون الخميني وقعا ومن قان وحتى الجزائر أرزون أزيساف عن الدعوة أغل قضاء الدولي أغلق الكارثة التمقرن الكارثة هي أنتد السبب ومن يوجد أن تكون في قان قانت إني منعن إني منعن نهار إذن تذي النظار رميتو غا انتحجان وانتنغل محكمة المغربية قلن كسن الحوار الاستجوابات كسن لانكيت رمي كسن قيل لانكيت زي السنية ننسن الجيش الجزائري انتتو غا ضنغيت جينيبريد انتش اسمت التمنيات يأتي بمبلغ ماليس وطس وانتنغل جينبريد وانتنغل جينبريد وانتناسب بي سما يخرق الكارثة وانتناسب بي سما تنظر اثناء ثلاثة عائشين واحدة موثن لا يوجد أن تريد تريد أن يتوقع بمانيا وماذا تتوقع يا بريد من هار خلتهم الطريق الجيش الجزائري وقعت هذه الكارثة وهو ما السبب الديال 23 قتلة ديال الجزائر ومئة عناصر رهم في حالة خطيرة وأربعون ديال إسبانيا يعني الجيش الإسباني منهم أربعون والجيش المغربي منهم مئة عناصر ديال المغربية اللي هم في حالة خطيرة لكن تمنوا إن شاء الله إسبانيا والمغرب يتعاونوا بنتهم يعني يتعاونوا على هاد الهجرة غير شرعية يعني يديروا بزاف إن شاء الله بزاف ديال الحواج وذك شي اللي كان أخوتي إخواتي كانت من للكم إن شاء الله تكونوا بإخير وعلى خير وما تنسوناش بالليلة كل بارتش الله يجزوكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة